شروط لا يمكن للمقاومة القبول بها قدمها رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نسانياه خلال قمة رباعي عقدت في روما قبل يومين شارك فيها كل من الوسطى الولايات المتحدة وقطر ومصر في إطار مساعد توصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى النص الأساسي للاتفاق الذي يجري تعديله قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في حزيران الماضي اتهمته حركة حماس على إثرها بالمماطلة ماذا يريد نتنياهو؟ وهل فعلا خوفه من اقتراب نهاية حكمه وبداية محاكمته يدفعه لفعل المستحيل لإطالة عمر الحرب؟ هذا ما يقوله محللون بعد فرضه شروطا تعجيزية على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الشروط تضمنت عدم إعادة الفلسطينيين من الجنوب لشمال غزة وفحص كل العائدين وبقاء جيش الاحتلال في محور فلدلفيا ومنح الاحتلال ضمانات لتجديد الحرب بعد المرحلة الأولى للصفقة لو فشل الطرفان بالانتقال للمرحلة الثانية وأخيرا الحصول مسبقا على قائمة أسماء الأسرى الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم هدف نيتانياهو هو عدم التوصل إلى الصفقة الصفقة التي قدمها بايدين تسمى مقترح نيتانياهو مع ذلك رفضه نيتانياهو ووفقت عليه حماس والآن أضاف المبادئ الأربعة التي أضافها وفي خطابه أمام الكونغرس أضاف شروط جديدة كل هذه فقط لكي يحبط الصفقة وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن أن نيتانياهو خاض مواجهة طرق بها الطاولة وصح على عائلات الأسرى الأمريكيين ويحملون الجنسية الإسرائيلية في غزة لأنهم ضغطوا عليه للذهاب إلى صفقة هو لا يريد الصفقة لأن انتهاء الحرب هي بداية نهاية نيتانياهو سياسيا وربما على المستوى الشخصي بسبب المحاكمات التي تنتظره جاء ذلك خلال قمة رباعية ضمت ممثلين عن حكومة الاحتلال وكل من الوسطى مصر قطر والولايات المتحدة في روما وقدم الاحتلال إلى الولايات المتحدة مقترحا محدثا لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار فيما وضحت حركة حماس موقفها بعد قمة روما بأن نيتانياهو عاد للمماطلة مرة أخرى في أحداث 7 أكتوبر الإدانة مؤكدة ولجنة التحقيق الرسمية هي بمثابة محاكمة فعلية وقراراتها ملزمة للجميع لذلك نيتانياهو يخشى هذه اللجان يدفع إلى استمرار الحرب لإبعادها إلى أقصى فترة ممكنة وربما للعودة إلى الانقلاب على القضاء من أجل ضمان بقاءه الانقلاب لم ينجح وجاءت الحرب لذلك هو يؤجل قدر الإمكان للهروب من المحاكمة والمحاسبة على أحداث 7 أكتوبر تحديدا الشروط التي طالب بها نيتانياهو تأتي بعد محاولات عديدة للتوصل إلى صفقة للتبادل ووقف إطلاق النار في غزة أما الاتفاق الأخير الذي يجري التعديل عليه والتباحث في إمكانية تطبيقه هو الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن يونيو الماضي ويستمر نيتانياهو في مماطلة اعتماده من رام الله المحتلأ سيل سليمان رؤيا